زيارة الرئيس السيسي لبروكسل النهاردة الرئيس مستمر ويواصل زيارته أو زياراته واجتماعاته زي ما حضراتكم عارفين صح؟ جميل تفضل تكمل مش يحصل حاجة تقدر حضرتك تكمل متابعة ولا ايه؟ آه فزي ما احنا عارفين يواصل زيارته لبروكسل لحضور ايه؟ لحضور القمة الافريقية الاوروبية مش انتوا اتكلمتوا فيها مبارح هو مش فيه لسه مستجدد فلازم اقول لك عليها تاني النهاردة زي ايه؟ يعني على همش القمة الرئيس عقد النهاردة مجموعة من اللقاءات بدايتها كانت لقاء مع رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون ديرلاين ده مقر الاتحاد الاوروبي طيب حصل ايه في هذا الاجتماع؟ هذلكم طبعا شايفين دلوقتي الصورة التسكرية حصل بحث لعدة ملفات منها زي ما كنا بنتكلم مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وده بالمناسبة من ابرز الملفات المطروحة امام الاتحاد الاوروبي ومن اكثر الملفات التي يعني لقت اعجاب حقيقي وتقدير فعلي من الاوروبية ايضا الفكر المتطرف والارهاب وده برضو بيلقى اعجاب حقيقي في الطريقة اللي تم نهجها او ابتكارها او حزوها من قبل القيادة المصرية الدولة المصرية ككل اكدت رئيسة المفاوضية الاوروبية بالمناسبة على اهمية دور مصر في ايه بقى تحقيق توازن او بمعنى ادق معرفة بالالف واللام تحقيق التوازن مش مجرد توازن التوازن تجاه كافة القضايا الاقليمية لما رئيسة المفاوضية الاوروبية تقول مصر هي اللي عليها تحقيق التوازن ده معناها اند الاوروبيين شايفين مصر فين مش شايفينها دولة ضعيفة ولا شايفينها دولة عادية ولا شايفينها دولة من ضن مجموعة قادرة على كذا وكذا لا هم شايفينها بس هي اللي قادرة على ده اذا شايفين ان الدور المصري هو الدور القائد الرئيس في المنطقة اشتركوا في القناة